دراسة حول تقييم وتوسيع الدمان الاجتماعي لفائدة العاملين المغاربة المقيمين في الخارج دراسة أظهرت بأن العديد من اتفاقيات الدمان الاجتماعي التي وقعها المغرب لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج تبقى غير مفاعلة الحسين جرشان وعبد العليا يد تفعيلا للورش الكبير الذي انخرطت فيه المملكة في مجال توسيع التغطية الاجتماعية والصحية والتي تشمل كذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج قدمت الوزارة المعنية خلال هذه الندوة الدراسة التي أعدتها حول تطوير وتقوية الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة المقيمين بالخارج كان ضروري أن نقوم بتشخيص كامل وشامل للتغطية الاجتماعية بالنسبة للمغاربة في الخارج وأن نقوم بتقييم كذلك موضوعي وعميق لها التغطية لكي نرى ما هي خارطة الطريق بالتجاوم مع انتظارات المغاربة كما أشارت المحادثات خلال هذه الندوة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الإطار مع مختلف الدول من أجل الخروج باستراتيجية تهدف إلى وضع قوانين تضمن كافة الحقوق الاجتماعية لمواطنين بالخارج